هنكلم دلوقتي يا شباب عن انواع العينات المستخرجة من الجلسات بتاعتنا بشمهندسين. نركز مع بعض كده. اه العينات اللي احنا نطلعها من الطربة بشمهندس احنا بنطلعها عشان خطر نفحصها بشمهندس نعمل لها الاختبار اللي لازم لها ونبدأ ان احنا نصنفها. طيب العينات دي بتنقسم الى نوعين. عينات اللي بنسمعها عينات مقلقلة. يعني ايه عينات مقلقلة يا بشمهندس? عينات بوزت مننا يا بشمهندس بمعنى اصح. عينات تغيرت خوصها الطبيعية نتيجة عملية الحفر او اسناء استخراجها. يعني انا بحفر اثرت عليها يا بشمهندس بوزت الخصاص بتاعتها. يعني اهلكتها بمعنى اصح. سأثناء الحفر او حتى وانا بطلعها من قلب الحفر يا بشمهندس. خلاص? اخيرها ايه? اخيرا احنا ممكن نعمل فحص بصر كده عليها. ممكن احنا نستخدمها في الكلاسيكيشن للتربة. في تصنيف التربة. خلاص يا بشمهندس? طيب ايه هي الالة اللي بتستخدم او بتستخرج العينات المقلقلة يا بشمهندس? حاجة اسمها واستخدمناها او اشفناها بكده في الكلية بتاعتها. دي اللي قدامك ده بشمهندس اللي اسمها خلاص? العينات المقلقلة دي بتصلح لبعض التجارب ولا تصلح لبعض التجارب الاخرى. يعني ايه بشمهندس ممكن نستخدمها في تصنيف التربة. ممكن نستخدمها في الموضوع ممكن نستخدمها في التجربة اللي يعني مناخل. اه ممكن نستخدمها بشمهندس في اللي هو اللي هو ممكن بشمهندس نستخدمها في تحديد محتوى المواد العضوية لداخل التربة. ممكن نستخدمها بشمهندس في اختبار خلاص? طيب بس ما ينفعش نستخدمها ان احنا نحسب محتوى المية. او نحسب الكسافة. او حتى نحسب النفذية او خلاص? الحاجات دي ما ينفعش انها تدرس تدرس على العينات مقلقلة. والكلام ده موجود في في الكل المصري. اه في بند او صفحة اتنين وتلاتين في الجزء الاول لو درستي الموقع. حاجة اسمها طرق استخراج العينات المقلقلة. انه ممكن بس تستخدم حاجة اسمها او ممكن حاجة اسمها البيلر او جهاز هلاص? اجهزة كتير جدا. تمام? في عندك هنا يقولك ان يعين دي بتسترج على مسافات الرقصية اللي تزدها عن كام? عن واحد ونص متى. اي حاجة بنستخدم بنطلع العينات دي كل ايه? كل متر هلاص? او عندي كل تغير في مين? في الطبقات اللي موجودة عندنا. طيب ده بالنسبة لنا لعينات المقلقلة. طيب في عندنا حاجة اسمها عينات غير مقلقلة. يعني عينات لم تتغير اي خصائصها حتى اثناء الحفر محتفظة بخصائصها. واثناء استخراج العينات من قلب الحفر محتفظة بخصائصها. وكلام ده عشان تعملها بيحتاج صعوبة كبيرة جدا. عشان تطلع عينة سليمة من قلب الحفر. او صعبة الحصول عليها بيش مهندس. وخصوصا في الاعماق البعيدة جدا. لزا يلزم موجود احتياطات عند تنفيذ الجسة عشان اقدر استخرج عينات غير مقلقلة. عينات سليمة بعناية شديدة يا بيش مهندس. خلاص? بنستخدم حاجة اسمها الشلب تيوب في استقراج العينات الايه? الغير مقلقلة. وده كان شكل ايه? الشلب تيوب يا بيش مهندس. خلاص? وده بيتم يا بيش مهندس في حالة التربة الضعيفة والتربة من توسط التماسك. لان دول يا بيش مهندس اكتر تربتين عندنا ممكن آآ يحصل لهم ايه? يحصل لهم تغير في الخاصة اثناء استخراج العين. لكن لو طبعه متماسك وشديد التماسك مش يحصل لها اي مشكلة. خلاص? هنا في في الكود المصري صفحة ستة وتلاتين في الجزء الاول دراسة الموقع بيتكلم معاك هنا يا بيش مهندس على مين? على العينات الغير مقلقلة. خلاص? طيب. آآ ممكن انا استخدم بقى العينات الغير مقلقلة في عمل اختبارات للي ما كانش ينفع عاملها بالعينات المقلقلة. زي 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 والشير وخلافه. خلاص? طيب انا بقى ممكن آآ عايز اعرف العينات اللي اعطاها دي عينة مقلقلة ولا عينة غير مقلقلة بمجرد يا بيش مهندس ان انا بحس بحاجة اسمها هو موجود هنا هو حاجة اسمها نسبة المساحة. نسبة المساحة اللي هو بيقول لك لو انت عندك آآ دي البريمة بتاعتك خلاص? ودي عرض البريمة بتاعتك بيش مهندس او سمكها عامة ففيه سمك خارجي او فيه قطر خارجي وفيه قطر داخل خلاص? طيب قال لك هنقول لها بيش مهندس القطر الخارجي تربيع مقص القطر الداخلي تربيع مقسوم على القطر الخارجي تربيع مضروب في نسبة مئة في المية. لو نزيلة بيش مهندس الاية رشيو دي بيش مهندس طلعت اقل من عشرة في المية اقل من عشرة في مية بيقول لك ان العينة بنسبان يعني غير مقلقلة يعني ما بزتش. خلاص يا بيش مهانسين هو مش عشر في المية بالزبط هو قال لك من عشر حد خمسشار في الكودي لمصر. طيب لو اكبر من عشرة في المية او اكبر من خمسشار في المية فده معناه ان العينة بتاعتك بقت مقلقلة عينتك بازت منك يا بيش مهانس. القانون انا عن نفسي مش قادرة ان ايه. هو ايه علاقة الدي اوتر والدي اينر بتاع يكون نفسها بيش مهانس بالابديء اصلا لوحدها. ممكن يكون بيأثر في طريقة الاستخراج العينة نفسها. انا ممكن اقول دلوقتي ان الكتر الخارجي والكتر الداخلي لعرض الاوجرة بيش مهانسة او عرض البريمة بتاعتي ممكن يؤثر على استخراج العينة. يعني ممكن يخلي العينة تطلع كاملة وممكن يخلي العينة تطلع صغيرة. حسب بقى الفرق بينهم كان كبير او الفرق بينهم كان صغير. خلاص هو الكود المصر محدد للكلام ده ومحدد القانون ده وهو عامل له اثبات احنا مش هدين يعرفه حتى. هو عامل لنا قانون بنستغلمها بيش مهانسة. عن طريق ان احنا بنحسب بنقدر نحد العينة بتاعتنا عينة مقلقلة ولا عينة غير مقلقلة. طيب يا بيش مهانس. عندنا نوع تاني من العينات غير موضوع والاندستربيت. عينات حاجة اسمها عينات الصخرية. قالك في حالة عمل جسات للطربة الصخرية يا بيش مهانس لازم نستخدم حاجات معينة اسناء عمل الجسة دي. يعني مش نستخدم البريمة العادية. لا يا بيش مهانس. نستخدم حاجة اسمها الكور. سنجل كور. او 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 تريبل كور. بقول لك يا بيش مهانس. لما تيجي تستخرج عينات صخرية لازم نستخدم استوانات خاصة مجهزة بقواطيع. او بقواطع. او بحفة سكنية جسئة. اه ممكن تتكون من الماس او حاجة اسمها الكربيد المقوة. خلاص? وقال لك جودة العينات الصخر دي. اه او ضدقة النتائج المستخرجة بيتوقف على طريقة اخذ العينة. ويفضل استخدام المواسير السنائية او السلاسية. ركز كده بيش مهانس ده سن مدبب. تمام? بس احادي ولا سنائي ولا سلاسي. خلاص? العينة في الاخر بتكون هي اللي في النص هان? دي العينات هتستخرجها يا بيش مهانس. دي العينات هتستخرجها. طب لو الصخر ده كان ضعيف خلاص ممكن استخدم لو قوي جدا يبقى خلاص? قال لك احنا ممكن نعين كفاءة وجودة الطربة الصخرية بش مهانس عن طريق اا ما معاملين. معامل اسم بنسبة للاستخلاص. كل بنسبة للاستخلاص ده يا بيش مهانس تقترب من مية في المية فمعناه ان انا استخلصت كامل للتربة الصخرية بامان. مفيش حاجة عندي حصل فيها هالك. وممكن يا بش مهانس عن طريق معامل جودة الصخر ان يا بش مهانس لو انا لو انا حسبت المعامل ده ولقيت النسبة بتاعته تقترب من مية في المية فمعنى كان من الصخر بتاعي قوي دي صورة يا بشمهندس لعينات من الصخر موجودة قدام حضراتك اهي اه جاب عينة اهي بشمهندس وبعدين جزء تاني يعني ده عينة كاملة لما تشاف كده يا بشمهندس خلاص فقال لك انك بتحسب جودة الاستخراج او جودة الاستخلاص او نسبة يا بشمهندس حاجة اسمها نسبة الاستخلاص ان لما طلعت العينة يا بشمهندس في الكور ده كانت طلعة جزبة كام من الكور نفسه تسعين في المية خمسين في المية مش عارف ايه وهي كزا طيب قال لك هنجمع جميع الاطوال اللي احنا طلعناها يا بشمهندس ونقسمها على الطول الكل ما واحد قال لي ما هو جميع الاطوال هو هيكون مجموع الكل قلت لك لأ لها يا بشمهندس لان ممكن عينة تتكسر تبقى هشة بالنسبة لي زي العينة دي بالضبط يا بشمهندس يعني دي لحد ما سليمة هي قدامنا سليمة هي سليمة سليمة هنا جاها بشمهندس عند النقطة دي ايه اللي حصل للصغر ده? اتكسر. بقى هشة بالنسبة لك ده ما يتخدش في الطول. انه ده يا بشمهندس عينة ما لهاش لازمها اصلا نسبة بتكلم على جاوب دي تستخراج العينة. دي مش هارف عمي عليها اي تجارب. بعدها بشمهندس اقول لك قال العينة بقت سليمة سليمة سليمة. زياني اعجيب الطول الكل للعينات السليمة مقسومة الطول كل بقى لايه? لاستخراج كله يا بشمهندس. وابدأ اجيب النسبة. النسبة دي كانت قريبة جدا من مية في المية فالجودة الطربة معانا لنا كل العينة انا طلعتها كانت سليمة. طب لو اقل يبقى فيه عشرة في المية فقد فيه خمسة في المية هالك وهكذا. طيب يا بشمهندس. طب جودة الصخر بقى الصخر قوي في جدول المصري للأساسات بيقول لك عن طريق انك تحسب حاجة اسمها جودة الصخر ده لو تطلع معاك نسبة معاك تقدر من خلاله تحدد نوع الصخر ده. عال الجودة اه يعني ممتاز قليل او في الكسر متوسط الكسر ضعيف الجودة عال التكسير وهكذا. يعني ممتاز ولا جيد ولا مقبول ولا ضعيف ولا ضعيف جدا. قال لك يا بشمهندس بس انت هنجيب الاطوال اللي اكبر من كام من عشرة سنتي. يعني لو انا عندي عينة يا بشمهندس تبديها يا بشمهندس مثلا سبعة سنتي. لا دي تلغى. العينة دي تلغى من الطول. هناخد الاطوال اللي اعلى من عشرة سنتي وفي نفس الوقت نرغي اللي اقل من عشرة سنتي ونرغي برضو مين? اي كسر عندنا يا بشمهندس. طب انا مش فاهم. ديكتلك مسال يا بشمهندسين. المسال قدامك اهو العينة مستخرجة من مين? من الصخر. خلاص? حدلك شايف العينات دي? هي نفس الشكل ده. قريب منه جدا. خلاص يا بشمهندس? ايه اللي حصل? لقيت هنا حاجة اسمها يعني هنا تربة دي اتقصرت يا بشمهندس. فانا عندي العينة كلها استخرجت على ارتفاع مية وستاشر سنتي. ازا لو انا عايز احسب النسبة الاستخلاص وعايز احسب اللي هو جودة الصخر ده يا بشمهندس. هنا كان فوق عبارة عن ايه? عبارة عن مجموع الاطوال كلها بشمهندس مع عدمين الكسر. على خلاص يا بشمهندس بالنسبة لنا هنا كان كام مية وستاشر. مجموع الاطوال اللي بدون اي كسر العشرين. الستاشر الاربعتاشر العشرين. الغي دي من عندي. التمانية التتاو عشرين. حطناها بشمهندس. طلع نسبة الاستخلاص كانت سبعة وتمانين في المية. يعني فيه هالك في نسبة الاستخلاص مقداره تلتاشر في المية. طيب بشمهندس عايز احسب حاجة اسمها اللي هو الجودة الصغر عشان اروح على جدول الكود المصري. وابدأ ابيش مهندس احدد نوع الصخر. الصخر ده جودته عاملة ازاي? كويس جدا? ولا ضعيف يا بشوانس ولا متوسط ولا جيد. فالك يا بشوانس مجموع مين? مجموع الاطوال بس الاكبر من كام? من العشرة سنتي. وبدون التكسير. على مين برضو? على التوتال لينس. طب التوتال لينس يا بشوانس بالنسبة لنا كان كام? مية وستاشر. مجموع الاطوال العشرين والستاشر والاربعتاشر والعشرين. الخمساشر دي فريجمنس نلغيها. التمانية نلغيها لان اقل من عشرة. وناخد تساعة وعشرين. يطلع يا بشوانس كام? النسبة دي خمسة سويتين في المية. خمسة ستين في المية اروح ايه معامل جودة الصخرة يا بش مهندس. هو اعمل لك المعادلة هاي? خمسة ستين في المية لبين خمسين لخمسة سبعين. ازا الصخرة ده بتاعنا ايه? مقبول متوسط التكسير. فانا كده ايه? بمعنى اصح. ان انا كده ايه? يعني يا بشوانس انا بتكلم معك دلوقتي ان فيه على فكرة انواع مختلفة جدا من العيات اللي ممكن تستطيع. انا وفرتها لك في تلات انواع. واندستربت ورق. ممكن يبقى فيه رواصب. ممكن يبقى فيه انواع تانية. يبقى عن طريقة بشوانس انك تشوف بقى موضوع وترجع بقى اللي ميكانيكا الطور اللي انت درستها في الكلية وتبدأ انك ايه? تفكر في الموضوبتين او ترجع بقى للمراجع بشوانس ان احنا حطنا لك هنا اللي هي مراجع الاساسات وتبدأ تشوف موضوع العينات. الكلام ده مشروح تفاصيلية في المراجع اللي قدام حضرتك دي. خلاص? بتكلم معك عن انواع العينات اللي ممكن نستخرجها. وكل نوع بيليه اختبارات معينة. وكل نوع بيبقى ليه خصائص معينة وصفات معينة وجداول معينة عشان تصنفها يا بشوانس.